عندنا اجزامبل مهم كده محتاجين نبقى عارفينه. لو مسلا عندنا مسألة. حتة الارض ما هيش مستطيلة. شكلها مسلا شكل ال. فاكين قلنا كانت مشكلتنا ايه دايما لو شكل الارض عندنا ما هيش مستطيلة. قلنا قبل كده ان بتاع المبنى اللي هيتعامل مش هبقى في النص. فبالتالي لو جالنا اي بيتأثر هنا سواء وين ده او زلازل هتعمل اي عن مبنى تعمل عندنا عن مبنى. لا سوري هبقى العكس بقى. ساعتها يعني تعمل ايه التورشن عما ابنى عندنا هيبقى ساعتها شكله عندنا عامل كده بالزبط. فبالتالي تفنى هيبقى في مشكلة. لا اشكاية فاكين كان دايما لو شكل البران بتاعنا ما هواش مستطيل. بنضطر دايما نعمل ايه? نعمل عندنا حاجة اسمها نقسمه المستطيلات. طب مستطيل بالطول ولا بالعرض? مش فرقة. يعني سواء كده او كده مش فرقة. وين كان يفضل التفنى ان دايما الفاصل بتاعنا يبقى في الاتجاه الاقصر. هنا اخب بالك هنا طول الفاصل كام عشرين سنتي وهنا برضو عشرين سوري عشرين متر. وين برضو عشرين متر فمش فرقة. لكن لو مسلا واحد عشرين واحد تلاتين يفضل يخليه في اتجاه العشرين. طب حاليا يبقى اول فكرة تفنى ان احنا نحط فاستراكشل جوينت دي قسمة الارض الارضين. في المثال ده الارض الكبيرة كان في كام اربعين في عشرين. والارض سوركة كان في كام عشرين في عشرين. كانون بقى حتتين ارض يعني مسألتين. والله هيبتدي نبص على مسألة. لو مسألة دي مسموح نحط اعمدة في وسط المصنع. يعني نفسها بتاعت المصنع. يبقى الارض الكبيرة العشرين في اربعين ما عنديش فيها مشكلة. هاخد مسلا انتو في اتجاه العشرين. وكمله من الاول للاخر. واخد بالك انا هنا واضح ان في عندنا اعمدة ينفع تتحط عندنا فين في وسط المصنع نفسه. اوكي? طب الارض التانية العشرين في عشرين عادي. اخد بقى اما في الاتجاه ده يا اما الناحية التانية. يا اما ايه يا اما في الاتجاه ده. مش فرقة خالص. ويمكن طبعا يفضل بدل ما احط عندنا عمودين في وسط المصنع. جنب بعض يفضل يبقى عمود واحد. لكن اتنين صح. لكن الفكرة بقى عندنا لو حصل واتقلنا ان الاعمدة مسموح على المحيط الخارجي بس. اما صح ما ينفعش خالص نحط عندنا اي عمدان في المنطقة دي. ازاي نتصرف مع الارض العشرين في اربعين. هاجي في المنطقة دي برضا احطه 200 في اتجاه العشرين. واكملوا من هنا الهنا بس. طبعا ما نفعش ليه اكمل 200 في الحتة دي. لان انا ما نفعش احط عمود الحتة دي. طيب هنضطر نعمل ايه? هنضطر نيجي في الاتجاه العشرين متر اللي هنا ونحط هيفي فريم. فريم او هنجت زي ما انتفعنا بس تقيل قوي. البي بتاعته من 40 ل 50 سنتي وتي بتاعته كبيرة جدا. بحيز الوقتي ان بقيت الفريمات التانية اللي اسبوغنا عشرين متر هتتشعل praktنا على ايه. الناحية هتتشعل على عمود ونحية التانية تتشعل عندنا على ايه? على الهيفي فيitiveろين هنا يبقى الفريم دى بقى نوع ايه دلوقتي رولر فيكسود فريم. يبقى الارض دي ناحية دي داته وهنجت فريم لكن الفريم متشعلها الهيفي فريم هيبقى الناحية دي رولر ور навер الفريم التانية ايه ؟ ما فياش اي مشكلة دي. الناحية الثانية بقى الارض العشرين في عشرين. طبعا دي لو كانت عشرين في تلاتين كنت اخذ السيسم في الاتجاه القصير زي ما يحصل. لكن تحديدا عشرين في عشرين. اخذ الفريم بتاعي في انهي اتجاه. تعال انا حسابها. لو انا اخدت الفريم في الاتجاه العشرين متر هنا. ففي الاخر هنا هيبقى في عندي من كوانه من فريمين. فريم هيفي وفريم عادي. اي نعم الاتنين بيتحطع لقعدة واحدة. والقعدة دي فيها مشكلة ان بقى عليها اللود اكبر من التاني بكتير. لان اكيد الهيفي فريم علي اللود اكبر من التاني. فلازم يتعمل حساب الاعدة دي واحنا بنعمل دي بعدين. لكن الاتفاعل نفسها كونت من ناحية هيفي فريم وناحية فريم عادي. طب كان ينفع ناخد عندنا الفريم دوت في الاتجاه العمودي يعني مع صح يبقى كأن في عندي هيفي فريم شايل فريمات من ناحيتين. هو ينفع هيفي فريم ده يشيل فريمات من ناحيتين. هو هو يقدر انهصم من واخل يستحمل يشيل من ناحيتين. لكن مشكلة احنا احنا ايه? لاغينا كده مبقاش فيه فبالتالي رجع بقى فيه عمبنى ولا لا. يبقى انا ساعتها لو هاتر اخد الفريم بتاعي الناحية دي هاتر ساعتها اشيل الفريم الناحية دي على ايه? على هيفي فريم تاني يعني حطيت اتنين هيفي فريم. طبعا بقت مكلفة جدا. لكن قبالك بقى الساعتها فيه اتنين هيفي فريم ليه زي ما قلنا عشان بس يبقى فيه في الاخر ايه? اتفانة ماشي كده? طبعا اكيد ساعتها الحل الافضل بالنسبة لنا اننا نخليه فريم عادي. بدلا ما يتشال عندنا يبقى ايه? يبق اتنين هيفي فريم بفريم عادي لكن ده صح وده صح.